قال رئيس حزب القوات اللبنانية سامير جعجع ان حزب الله وضع لبنان في مواجهة مع السعودية من خلال وقوفه ضد سياساتها في المنطقة وقتاله في سوريا والبحرين واليمن والعراق بينما عبرت شخصيات فاعلة اخرى عن تأييدها السعودية ورفضها تغييب لبنان عن محيطه العربي لبنان بعد ايام من عاصفة حزم سعودية دبلوماسية قطعت الدعم الامنية والعسكرية عن البلاد اثر العاصفة ما زلت حديث الحكومة والساسة هناك كيف الحل وما العمل لاعادة المياه الى مجاريها رئيس حزب القوات اللبنانية سامير جعجع انتقد من جانبه بيان الحكومة الاخير حول علاقة لبنان بالسعودية قائلا انه لا يستجيب للازمة ويتجاهل جوهر المشكلة وهي ان حزب الله يخض مواجهات في سوريا والعراق والبحرين واليمن بحسب تعبيره وكان بيان لمجلس الوزراء اللبناني قد اكد وقوف لبنان الدائم الى جانب اخوانه العرب وتمسكه بالاجماع العربي ازاء القضايا المشتركة معللا ادانته الشديدة لما تعرضت له السفارة السعودية في طهران من جهته اكد سفير المملكة العربية السعودية في لبنان علي عسيري ان بعض الاصوات التي تسعى للنيل من العلاقات الاخوية التاريخية التي تجمع لبنان مع المملكة لا تعبر عن لبنان المنسجم مع محيطه موضحا انه في حين حرصت المملكة على تقديم المساعدة الى لبنان وابنائه من كافة الطوائف والمناطق سعت بعض الجهات الى تفريق اللبنانيين رئيس الحكومة الاسبق زعيم تيار المستقبل اللبناني سعد الحريري دعا كل اللبنانيين للتوقيع على وثيقة للتضامن مع الاجماع العربي والوفاء للدول العربية وعد الحريري هذه الوثيقة بمثابة مدخل نحو تصحيح دور لبنان وحماية انتمائه العربي وقال ان لبنان سيبقى وفيا لعروبته واشقائه وليسمح بسقوطه في الهاوية الايرانية ليبقى السؤال حول العلاقات الخليجية اللبنانية ماذا بعد من بيروت معي عبر الاقمار الصناعية دكتور سامي نادر استاد في العلاقات الدولية مساء الخير اهلا بك معنا دكتور سامي دعنا نبدأ بما انتهى به التقرير تقرير زميل احمد الرحاوي ماذا بعد الى اين تتجه الامور خاصة بعد ما سمعناه من المملكة العربية والامارات العربية اليوم فيما يتعلق بالسفر الى لبنان اعتقد ان هذا القرار هو قرار تصعيدي ونحن لسنا بعد في منطق تسوية الازمة انما تصعيد في الازمة والواقع ان هذا هناك مسئولية لطرفي 14 و8 ادار داخل الحكومة ف8 ادار لسيما حزب الله مسئول عن حشر لبنان في المحور السوري الايراني هذا الاستفاف الكامل لفريق لبناني مع المحور الايراني لسيما عسكريا بمشاركته في المعارك في سوريا وفي التصعيد السياسي ضد المملكة العربية السعودية وحتى التصعيد العسكري فهو لم يخفي انغماسه ليس فقط في سوريا انما ايضا في اليمن وفي العراق اما الفريق الاخر 14 ادار انا في رأيي انه تمادى في مسألة الانفتاء على حزب الله والحوار على حزب الله حتى وصلت به الامور الى ترشيح حلفاء لحزب الله الى رئاسة الجمهورية يمكن ان يفهم هذا الموضوع من قبل الجمهور اللبناني علما انه شكل ازمة ولكن هذا من الصعب ان يفهم من قبل دول الخليج والشعوب العربية اذا هل هذا هو المطلوب اليوم الانقساء نعم دكتور سامين عندما نتحدث عن اعتقد ان المطلوب اليوم المطلوب اليوم مضوح في الرؤية وتماسك في الموقف المعارض لحزب الله اعتقد ان هذا ما هو مطلوب وهذا ما يعطي مصداقية للفريق المتحالف مع السعودية لانه يجب ان تقال الحقيقة ان هذا الفريق مشتت ومنقسم على نفسه لم يعد متماسكا كما كان الحال بين عامي 2005 الى عام 2011 من ثم هذه سياسات الانفتاع على حزب الله وتعدد الاراء والمنورات السياسية طارة تحت عنوان الحفاظ على المؤسسات وطورا تحت عنوان المثاقية نعم كل هذا اضعف حجة 14 اذار اليوم المملكة العربية السعودية في حالة مواجهة عسكرية مفتوحة وكذلك ايضا دول الخليج وهم يطلبون في هذه المرحلة على الاقل وضوح في الرؤية ووضوح في الخطة كيف يجب على الحكومة اللبنانية تتماشى مع تحديات وعلى لبنان على التحديات طبعا تتماشى مع التحديات لتفرضها المنطقة كيف يجب ان يكون تعامل من قبل لبنان جعجع قال بانه بيان الحكومة لا يرقل الازمة مع السعودية السفير السعودي وطلب من الحكومة انه على الحكومة ان تطلب من حزب الله الانسحاب من المواجهات ببعض الدول العربية لا اعتقد انه الامر سيكون بهذا البساطة يعني ان ينسحب حزب الله من المواجهات اذا ما هي الخطوة العملية التي يجب على لبنان انتباعها اليوم لكي يعود الى عروبته كما طالب بوضوح السفير السعودي في لبنان يعني اعتقد ان هناك ثبات ووضوح بالموقف الكل يعرف ان 14 ادار ليس بامكانه بالاطاحة بحزب الله عسكريا وليس بامكانه بالاطاحة بحزب الله سياسيا لا انتخابات في المنظور المقبل وتمت التمديد لمجلس النواب ولكن بامكانه ان يكون لديه موقف موحد ويعيد توحيد قواه وان يقوم رئيس الوزراء بمجهود اكبر على مستوى السياسة الخارجية هذا ما هو مطلوب وسوف تبقى الامور على انقسام داخل الحكومة هذا لا شك به ولكن اعتقد انه يمكن ان لرئيس الحكومة ان يكون لديه دور افعال على مستوى السياسة الخارجية هناك من يقول على الوزراء اللسيما 14 ادار الاستقالة انا لست من هذا المنطق لماذا؟ لان استقالات الحكومة صحيح ان الحكومة تشكل قطاع لحزب الله ولتصرفات حزب الله كونه موجود في داخلها ولكن الكل يعلم انه نلقى انقسام داخل الحكومة لانه ترجم لانقسام سياسي ولكن الامر ان الاستقالة اليوم من الحكومة سوف تزيد الفراغ فراغا وسوف تفتح الطريق الى اعادة النظر في النظام وهذه احدى مطالب حزب الله يريد حصة اكبر من السلطة ومن هذا المنطق يتكلم عن السلة يعني اليوم هو امام حالة لديه مرشحين لرئاسة الجمهورية مقدمين من قبل خصمه 14 ادار لم يحصم الامر بعد لماذا انا في اعتقادي هناك فرصة له لاعادة النظر في النظام ومحاولة الحصول على حصة اكبر من السلطة هذا للاجابة يعني عن من يطرح مسألة الاستقالة مسألة الاستقالة سيف زو حدين نعم تسحب البصات من تحت رجلين حزب الله ولكن تزيد على الفراغ فراغا دعينا لا ننسى ان هناك فراغ على مستوى الرئاسة وشبه شلل لعمل مجلس النواب الحكومة هي الجزء اليسير مما تبقى من المؤسسات الاطاحة بها مسألة خطيرة جدا انا اشكرك جزيلا على هذه المشاركة معي من بيروت دكتور سامناد الأستاذ في العلاقات الدولية جزيلا على اشكرك جزيلا على اشعرك جزيلاมา اشكرك